موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة عن الأحداث الأخيرة في محافظة ديالة بعد المجازر الأخيرة في قرى قضاء المقدادية عقب الهجمات التي شنتها الميليشيات على قرية نهر الإمام والتي راح ضحيتها أكثر من إحدى عشرة ضحية فضلا عن تهجير سكان القرية وذلك تمهيدا لتجريف بساتينها وهدم المنازل سيكون معنا في هذه التغطية ضيفا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري أهلا وسهلا بك أستاذ نظير حياكم يا مرحبا وستلتحق بنا عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وعبر سكايب أيضا من مالمو الأستاذ عبد الرزاق لحيالي ضيفا في المتخصص في ملف الميليشيات عفوا الأستاذ عبد الرزاق لحيالي ضيفا عبر سكايب أستاذ عبد الرزاق مرحبا بكم أهلا مرحبا بك سيدي أهلا بيك مشاهدين الكرام وقبل النقاش مع ضيوفنا نشاهد وإياكم هذا التقرير صلتت المذبحة المروعة التي ارتكبتها الميليشيات الطائفية في قرية نهر الإمام التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالا والهجوم الذي سبقها في قرية الرشاد صلتت الضوء على عمق الأزمات السياسية والأمنية التي يعيشها العراق ويذهب ضحيتها أرواح تزهق وأسر تهجر من منازلها بغير حق سياسة الكيل بمكالين ظهرت بأقوى تجلياتها في التعامل مع الهجومين فبينما وصف الهجوم الأول الذي طال قرية الرشاد بأنه إرهابي وتوالى التصريحات المسؤولين الحكوميين والساسة لإدانته والتحذير من تكراره فإن الهجوم الذي راح ضحيته العشرات من المدنيين في قرية نهر الإمام عبر إعدامات ميدانية وما رفقها من عمليات حرق وتهجير لم يحذك له أحد أي ساكن ومن تحدث وصف ما جرى بأنه فوضى دون إطلاق نعوت الإرهاب والإدانة لبل إن عبارات التشفي وصيحات الثأر وتهديدات الانتقام ظهرت في تصريحات العديد من زعماء الميليشيات فزعيم ميليشيا بادرهاد العامري الذي جاء الهجوم على قرية نهر الإمام بالتزامن مع زيارته لديالة قال إنه سيعالج القصور سواء كان في القوات الأمنية أو في أهالي المنطقة في الوقت ذاته أكد زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي على ضرورة تطهير المناطق التي يستغلها من أسماهم الإرهابيين لعملياتهم داخل ديالة مشيرا إلى ضرورة مشاركة ميليشيا الحجد في عمليات التطهير تلك القيادي في ميليشيا حزب الله في العراق أبو علي العسكري ذهب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى تعميم ما سماها ثقافة طرد سكان البيوت والمناطق التي تؤول إرهاب على حد تعبيره في تحريض صريح على تهجير سكان قرى ديالة أسوة بما فعلته الميليشيا التي ينتمي لها مع باقي الميليشيات في جرف الصخر ومناطق أخرى لم يعد لها أهلها لتتحول إلى معسكرات لتلك الميليشيات كخط دفاع أول عن المشروع الإيراني ويؤكد مراقبون للشان العراقي أن زعماء الميليشيات يحاولون استخدام ورقة التحذيرات والتهديدات في صراعهم السياسي عقب خسارتهم بالانتخابات بهدف تحسين موقفهم التفاوضي مع بقية الأطراف لتوزيع المناصب لا سيما وأن محافظة ديالة مثلت خسارة كبيرة للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران إذا المشاهدين الكرام نناقش في هذه التغطية الخاصة الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة ديالة أبدأ معكم أستاذ نظير لو بدأنا بسبب أحداث مجزرة قرية نهر الإمام وأيضا الهجوم على قرية الرشاد إذا كانت رواية أن تنظيم داعش هو الذي قام بتنفيذ هذه المجزرة ما مدى مقبولية هذه الرواية؟ في البدء أحب أن يعزي جميع الضحايا الذين سقطوا سواء من قرية الرشاد أو قرية نهر الإمام وليس كما يعزي أزلام النظام يقولون نعزي ضحايا بني تميم لكننا نعزي جميع عراقيين نحن نعتقد أن أبناء بني تميم وأبناء العشائر الأخرى هم ضحايا لسياسة هذه الأحزاب الطائفية وهذه الأحزاب الإجرامية والحقيقة أنا أجد أن توقيت هذه العملية أمر مفضوح بشكل كبير بحيث أن ما يتداوله الناس في أحاديثهم يعني الكل متفقون على أن هذه المجزرة هي كانت عبارة عن فبركة بين الأحزاب وبين الميليشيات لإحداث حدث دموي كبير لأجندة سياسية ولو تلاحظ أنها الموضوع متعلق بنتائج الانتخابات والنتائج المخزية التي حصلت عليها هذه الأحزاب والميليشيات وبالتالي هم يريدون إحداث حدث خرق أمني كبير لخلط الأوراق وإحراج الكتل الفائزة وإحراج حكومة الكاظم التي سيكون لزاما على هذه الكتل الفائزة أن تقدم تنازلات للخاسرين في الانتخابات وبالتالي على فكرة هم قالوا بأن هناك ستحدث فوضى لم تعدل نتاج الانتخابات نعم نعم كان تهديدهم صريح الأمر لا يخفى على أحد وهم يريدون أن يضغطون على الصدر بحيث يتنازل عن بعض المواقع الحكومية أو يجعلهم في نفس الكعكة التي فاز بها لوحده وبالتالي هم يتاجرون بالدم العراقي يعني يجعلون الدم العراقي عبارة عن حركة مساومات ما بين هذه الأحزاب إذا لم تفعل لي هذا الشيء أو إذا لم تقدم لي هذا الشيء فأنا سأجعل هذه الساحة عبارة عن صراع دموي وليذهب من الضحايا العدد الذي يكون يعني ليس مهما دعني أنتقل إلى الأستاذ عبد الرزاق لحيالي أستاذ عبد الرزاق وجدد الترحيب بكم تعتقد أن الميليشيات هي التي دبرت هذه المجزرة لكن ما الهدف وما الغاية خاصة أن هذه الأعمال تتكرر في محافظة ديالة باستمرار تحية لك سيدي لظروف ضيوفك الكرام وتحية لمشاهدين قناتكم الكريمة أولا سيدي نستنكر العملية الإجرامية التي قاموا بها الإرهابيين ضد قرية الرشاد وبنفس الوقت نستنكر العمليات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الولائية ضد قرية الإمام نهر الإمام سيدي أتخذ القرار إذكاء الورقة الطائفية وبعدها ينفذون عمليات أخرى اغتيالات لنواب فائزين وتفجيرات ومفخخات وهذه التي هددت بقيادة الميليشيات وهذا صار واضح وبدأ اليوم ما نقدر نفصل هذه العملية الإرهابية إن كانت من الدواعش أو الإرهابيين أو من الميليشيات الإرهابية التي تابعها الإيران وأحنا ندري داعش خيط من خيوط إيران يتحركش وقت ما تريده باقي المخابرات والاستخبارات العالمية الأخرى تحرك هذه الجريمة من حرك هذه الجريمة هو نفس اللي حرك المجرمين اللي قتلوا بقرية نهر الإمام وهذا من منطلق له ألعب له أخرب الملحب هذا وطبعا سبق بعض الاغتيالات أغطيل اللواء سلمان الشوهاني 16 عشرة بعد الانتخابات وهو مسؤول التقاعد من منظمة فدر داخل التقاعد عملية اغتيال سم وأنا عندي الملف كامل وبدأت الاغتيالات اعتقال قبل أيام باسم الزهاق كل هذه الميليشيات تريد تقول للتيار الصدري وللمفوضية وللحكومة العراقية لو آن وياكم لو ما يصير فعلينا أن نتحضر الحقيقة سجل هذه عندك سيدي وعاتبنا عليها لكن الاغتيالات في أنت تقصد داخل محافظة ديالة أم في العراق كله؟ في كل العراق هذا الموضوع كله سيشتغل في كل العراق وهم جمعوا أنا أعطيك معلومة ما جاء حلل أنا أحد أفراد منظمة بدر وقدمائها ومتواصل مع قيادات في منظمة بدر وإحنا خط داخل المنظمة هذه العاملة هذه العاملة من راح إلى ديالة كان عليها أن يأخذ مشايخ إذا يريد يهدي الأمور كان عليها أن يأخذ وجهاء حتى يهدي الأمور لكن هو راح مستعجل أول الصبح راح حتى طبعا الشيخ مصطف يعني الصفح هذه العاملة صفحة قوية لكن بنفس الوقت أحنا ما نقبل يعني يصير الشغل على ناس أبرياء لكن قال له هذه العاملة قال له يعني تعصى عليكم مثل هيش قرية صغيرة أيضا هذا بتحريضا طائفيا سنتناول هذا الموضوع مع حضرتك أستاذ عبد الرزاق ولكن أستميحك عذرا دعني أنتقل إلى الدكتورة فاطمة العاني دكتورة فاطمة العاني مرحبا بكم طبعا كما تابعت شهدت جريمة المقدادية إعدامات ميدانية للضحايا على مرأة ومسمع من أهالي قرية نهر الإمام ما التوصيف القانوني والحقوقي لهذه الجريمة دكتورة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم وحي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام طبعا كل التعازي لأهالينا في محافظة الجيالة بمختلف طوائفهم ومذاهبهم دون تفريق وبقبائلهم كافة بالنسبة إلى ما حدث في أديالة فأن الميليشيات قامت بارتكاب جرائم ضد الإنسان ومنها القتل عامدوك كما شاهدنا الإعدامات الميدانية للرجال والنساء في منازلهم كانت هناك عمليات تهجير قصري للناس من منازلهم إضافة إلى حرق منازلهم ومزارعهم إضافة إلى ذلك أن هذا الذي حدث في قرية نهر الإمام كان سلوب ممنهج ومنظم ومتعمد وكان هجوم واسع النطاق ليست أعمال فردية الجماعات التي شاركت في الهجوم كانت تستقل سيارات معينة معروفة لأي ميليشيات تنتمي كل هذه تؤكد أن هناك جوانب وأركان لجريمة ممنهجة ومنظمة مبيت لها لارتكابها في قرية نهر الإمام تبعها أيضا تصريحات محرضة تصريحات تشجع على استمرار عمليات القتل ونشر الرعب بين الأهالي إضافة إلى تهديدات أن هذه العمليات سوف تصل إلى مناطق أوسع ليست فقط المناطق والقرى التي شهدت هذه الجرائم إضافة إلى ذلك فأن هناك محاصرة لهذه القرى يعني منع تام لوصول أي مساعدات لوصول أي منظمات حقوقية ممكن أن تساعد على كشف ما يحدث في هذه المنطقة التواصل مع أهالي هذه المنطقة أيضا هو طبعا شبه معدوم والمعلومات قليلة لحد الآن ولا يمكن التكهن لحد الآن بما وصلت إليه المجازر المرتكبة ضد هؤلاء المدنيين الأبرياء يعني ما حدث في هذه القرية وغيرها من القرى كما هو معروف أنه محافظة تديالة يعني مستهدما منذ فترات طويلة وعمليات التهجير القصري والقتل العمد والتعذيب وغيرها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أو جرائم حتى جرائم الحرب أثناء ما يدعون المحاربة الإرهاب وغيرها يعني معروفة وموسقة لدى الكثير والعديد من المنطقة أستاذ نظير يعني أهالي قرية نهر الإمام استغاثوا بالقوات الأمنية لكن هناك عدم استجابة لهذه الاستغاثة رغم أن القوات الأمنية قد شاهدت عناصر ميليشيا الحاجد هم يقتلون الضحايا وأيضا يدمرون البيوت ما تفسيرك لذلك يعني أنا أتفق إلى ما ذهبت إليه الدكتورة فاطمة إلى أن اعتبار الهجوم على قرية نهر الإمام كان مبيت ومدبر بحيث أنه يعني هل تتخيل أنه بعد الحادث الإرهابي الذي سهدف قرية الرشاد بعدها بحدود ساعة واحدة تم الهجوم على قرية نهر الإمام ومعهم 42 شفل هل تتخيل يعني الشفل هي ماكنة ثقيلة وبطيئة الحركة كيف تم جمع هذا العدد الكبير من هذه المكائن الزراعية وكيف تم جمعه من جميع القرى يعني أمر متعذر هذا يستغرق أيام بمعنى أنه كان هناك شيء مرتب ومبيت واستباحوا دماء أهل هذه القرية بدون أن يعلموا شيء وكذلك تم تجريف البساتين وحرق البيوت وظهرت فيديوات القوات الأمنية ترى ماذا يفعلون بل أن بعض السذج من العسكريين طيران الجيش يصور الأحداث والحرائق الذي تحدث من فوق من طيران الجيش يعني بمعنى هو لديه علم وهو متواجد أثناء تمثيذ هذه الجرائم ولم يفعل شيء يعني الأمر فيه يعني كثير من الشبهات التي تدلل على أن هذا الأمر لم يكن عفويا ولم يكن هي فورة حماسية من أهل الضحايا من يثبت بأن أهل الضحايا الذين تم قتل أولادهم هم الذين قاموا بقتل الضحايا نهر الإيمان هناك فيديو خرج من أحد ضحايا بني تمين ويسأله المراسل ويقول له من تتوقع قام بالهجوم قال والله هو صراح حزبي يعني هذا جزء من الضحايا بني تميم قال هذه الكلمة أنا أعتقد بالرغم من المأساة التي حدثت ولكن الشيء المفرح أنه الشعبنا أصبح إلى درجة عالية من الوعي بحيث بدأ يفهم يعني هذه الحادثة التي يكون هناك عمل إرهاب ينطلق من قرية سنية على قرية شيعية ويكون رتفع الشيعي على سنية هذا كان ينطلع على العراقيين في بداية الحرب الطائفية أما الآن فالعراقيين جميعا واعون لهذه الأساليب ويعرفون أن المحرك واحد والذي يريد أن يفعل كل هذه الجرائم المستفيد منها واحد والواضح يعني كل العراقيين يعرفون بأن خسارة الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران لا تريد أن تفوتها هكذا وتريد أن تضغط على الكتل الفائزة لكي يكون لها حصة سيد عبد الرزاق لماذا نتابع بعد كل مشكلة في محافظة ديالة يتصدر هذه العامري المشهد هل هو سبب المشاكل في محافظة ديالة هذه العامري تعتقد ذلك؟ نعم هذه العامري دمار ديالة شوف هذه العامري أخذ 980 هكتار بين معسكر أشرف والخالص وما دفع فلوس الأصحابه بحجة أنه صاحبة بحثي وهذه تخلي ضغاء بين أبناء المحافظة الوحدة وأكثر من هذا ابن مهدي اليوم مسيطر على أكثر ديالة غير هذه الميليشيات اليوم بعدما رزل الشيخ مصطاف رادي يهديهم شيء في قسم من جماعة ميليشياته وهجمه على قلية الإمام حتى يرضي المشايخ هناك هذا العامري هو سبب دمار ديالة وهو من ديالة واليوم يريد يعاقبهم لأن ما أحد انتخب جماعته ويعني طردوا من ديالة ما قبلوا من ديالة كشفوا ألاعب أحد الأخوة قال لا سمعتوا أنت بالفيديو وقال لا تتصعد على دمائنا تتاجر بدمائنا وهذه حقيقة اليوم الشعب العراقي يأخذ حذرة من هذه الميليشيات الولائية الإيرانية وأصلا العملية كلها مبيتة في قرية الرشاد مبيتة وفي قرية نهر الإمام مبيتة كلها معروفة ومدروسة والميليشيات يدرون بها وهذا العامل يدرون بها لذلك هو سارع وراح حتى يشارك في إذكاء الورقة الطائفية لأن ما بقى نمشي بالعراق هم يعيشون بس على الطائفية بعد الاحتلال يجوا على الدبابات الأمريكية وهم اعتاشوا على أنهم أحنحوا مات المذهب لكن اليوم حاضنتهم كشفتهم وعرفتهم لذلك ما انتخبتهم وطردتهم وما تريدهم يريد يذكون هذه العملية وبنفس الوقت هم منتخبين قرارات مسبقة ليس فقط على ديالة حتى على الطاربية السور بغداد دائما هم يغيرون هذه المناطق يعني يجيبون أهاليتهم وجماعتهم داخل هذه المناطق ويهجرون أهالية الأصلية مثل ما حدثت في جرف الصخر جرف الصخر صار في جرف الصخر وطبعا هذه العمليات انت تدري هاي مو أول عملية أرهابية صارت يعني ليش ما صارت بالحويجة ليش ما صارت باقي المناطق الغربية أبشع وأكثر إجرام من هذه الجريمة وواضحة اللي قام بها هي الميليشيات الولايات اللي تابعة الإيران ويعترفون بها أخي أحمد طويسة مقلل بالمحكمة علنية كانت وهذا تابع للداخلية قاتل هشام الهاشمي مو اعترف وهو بالداخلية واعترفوا على أن حزب الله هو وراهم ليش ما يصنف حزب الله منظمة أرهابية وليش ما يعتقل قائد حزب الله أو ميليشيات حزب الله احنا خلي نترك المجاملة لا داعش نعم ارهابيين داعش ولعنة الله على داعش بقد لعنة الله على الميليشيات التابعة الإيراني الارهابية لازم القانون احنا اليوم ما عدنا حكومة اسمح لي بهاي للأسف الشديد احنا ما عدنا حكومة تقف مع شعبها كم جريمة اختلفت غير هذه الجريمة بحق العراقيين نتذكر ننسى الجرائم اللي صارت تفجير جشرة الأمة تفجير الإمامين تفجير الكرادة تفجير ساعة الطيران تفجير المصانع في كالبلاء حرائق حقوق حقول القمح في صلاح الدين تسمم الأسماك في بابل حرائق حقوق الدواجل في الديوانية مجزرة مصعب ابن عميز شهداء جسر الزيتون شهداء تشرين شهداء الانتفاضة في الحويجة الانتفاضة ومظاهرات العز والكرامة ليش هاي الدماء مو تزووا ولجان على أنه راح يظهرون من الفاعل ليش ما ظهرت هاي الآن اليوم أنا أشوف الأستاذ مصطفى الكاظمي والأخ صديقنا العزيز قاسم الأعرجي في ديالة أمطونا نتائج أمطونا نتائج قلونا منه هذا جاي يذكي الورقة الطائفية وأنتم كل جيدا تعرفون الميليشيات الولائية تابعة الإيراني قيادة هذه العامل وفتح الخسرات دكتورة فاطمة يعني إذا كانت العدامات الميدانية تعد من جرائم الحرب في القانون الدولي والساني بأي عين تنظرها الحكومة خاصة أن القوات الأمنية لم تحرك ساكنا رغم استغاثة الأهالي هل تعتقدين أن هناك تواطئ ما بين الميليشيات والقوات الأمنية خاصة نحن نتحدث عن محافظة ديالة؟ يعني هذا واضح منذ السمن بعيد يعني تواطئ القوات الحكومية مع الميليشيات وما تقوم به من أفعال إجرامية يعني ما حدث في قرية نهر الإمام أمام أنظار القوات الحكومية هو ليس بالشيء الجديد الكثير 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 من الجرائم التي ارتكبت من قتل من إخفاء قصري من تهجير من تجريف الأراضي وغيرها اعتقالات تعذيف كل هذا بعلم القوات الحكومية ولكن القوات الحكومية تتواطع مع الميليشيات تتعاون مع الميليشيات بل أكثر من هذا هي تستلم الأوامر من الميليشيات هناك من يقول أن القوات الأمنية الحكومية هي أضعف من أن تقف أمام سطوة وسيطرة الميليشيات هل هذا يعفيها من المسؤولية دكتورة؟ لا بالتأكيد لا يعفيها من المسؤولية والأمر أكثر من ذلك لابد أن نرجع إلى أساس القوات الحكومية التي أسسها الاحتلال بعد عام 2003 كلها كانت مؤسسة على أساس الميليشيات التي تم دمجها في وتكوين نواة الجيش العراقي وقوات الشرطة وغيرها من القوات الأمنية المعروفة الآن في تسمياتها في العراق كل هؤلاء يتعاونون ويؤتمرون بأمر الميليشيات القوات الأمنية تحاول التحاشية أن ترتبط مباشرة بأطراف دولية وغيرها ولذلك تستطيع الميليشيات لديها حرية أكثر في أن تأتمر بأمر الولي الفقه في إيران وأن تستلم الأوامر وأن تنفذها وتمررها القوات الأمنية التي هي بدورها تابعة وليست عاجزة لأنها لا تمتلك أي قوة هي عاجزة لأنها متواطئة مع الميليشيات وتنفذ هي بدورها هذه الأوامر غير أنها لا تستطيع أن تصرح بارتباعاتها الخارجية الكثير من الجرائم والكثير من المنظمات التي وثقت ما تقوم به حتى القوات الحكومية بنفسها من عمليات قتل عمل ومن عمليات الشير أستاذ نظير تعتقد أن المسجرة التي حدثت في محافظة ديالة هناك من يعتقد واعتقادهم ربما يجانب الحقيقة أنها جاءت عقابا لأهالي محافظة ديالة لأنهم لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها مصطفى الكاظمي وأيضا بسبب سيطرة الميليشيات أمنيا وسياسيا على العراق جاءت هذه المجزرة عقابا لأهالي محافظة ديالة تعتقد ذلك؟ هذا الكلام يدور الآن في مواقع التواصل ولكن أنا غير متحمس لهذا الأمر لأنه إذا كان هذا الأمر صحيح معنى أن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات يجب أن تعاقب العراقين كلهم لأنهم ليس فقط في ديالة خسروا خسروا أيضا في المحافظات الأخرى الشعب رفضهم على سوء هذه الانتخابات وعلى هذه المشاركة الضعيفة التي حدثت في هذه الانتخابات لكن مع ذلك حتى القلة القليلة التي شاركت عاقبت هذه الأحزاب والميليشيات بعدم انتخابها لذلك يعني ليس من المرجحهم يفكرون أن يعاقبوا الشعب كله لكن أنا أقول الفوضى الأمنية هي تخدم لهم يعني هم الآن من خلال هذه الفوضى الأمنية يرسلون رسالة إلى الكتل الفائزة إنكم إذا لم تعطونا شيئا من الكعكة الحكومية فالوضع الأمني سيكون هكذا ويتفشل أي حكومة تسلم الحكم بعد تشكيلها وبالتالي فهم عنصر لا يجب أن يتم تجاهلة يعني ابتزاز بمعنى ابتزاز علم ليش محافظة الديالة؟ لأنه رخوة لو لأنه تكون مجاورة للحدود الإيرانية الديالة لها خصوصيات منها التي ذكرتها أنه يجب أن تكون هذه المحافظة نظيفة للخط المار عبر إيران ومرورا بالديالة والعراق وإلى مقاصدهم الشيء الآخر أنه ديالة من الممكن تنجح فيها حرب طائفية لماذا؟ لأنها هي مشكلة من طوائف وقوميات وإثنيات كثيرة وبالتالي هي نموذة جيد لإشعال الفتنة بدءا من هنا أنا أقول لك أحد الأسباب التي مع الأسف نجحت فيها الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في 2006 حينما تم تفجير مرقد العسكرية وكانت فتنة عظمى ذهبت بالأخضر واليابس وتمكنت الأحزاب والميليشيات بإسم محاربة الإرهاب من تصفية مكون كبير وتهجيرة من مناطقهم وسيطروا على الحكم بشكل كبير ما زالوا حتى الآن مسيطني عليه والآن حينما يشعروا بالتهديد وأنهم ستطوى صفحتهم من خلال نتائج هذه الانتخابات يريدون افتعال شيء كبير أيضا على درجة عالية لإشعال فتنة طائفية جديدة كونهم لا يستطيعون تحشيز جماهرهم إلا من خلال الخطاب الطائفي وأزيدك معلومة أن قبل هذه الحادثة بيومين اثنين في قرية اسمها بروان الزغيرة يعني هي صير مدخل المقدادية باتجاه بعقوبة أيضا تم قتل شخص هو راكب سيارته وعلى أساس أن داعش هي من قتلته وكانوا يريدون أن يثيروا فيها جو من الشحن الطائفي لكن فشلوا وعادوا الكرة بعد أيام بحدث أكبر وخسائر بشرية أكبر وكذلك تغطي إعلامية الآن صفحاتهم على الفيسبوك صفحات على كثيرة يقول أنه يبرر عملية الانتقام التي حصلت كون أنه هذا عرف عشائري عندما يقتل أحد ما عندك تأخذ ثارة هذا فوضى يعني مجرم قتل أحد الأبناء عشيرة ما لماذا لا يحتكمون للقضاء والقانون أين القانون أين الدولة وبالتالي معناها أنه هم من يمسكون بزمام الأمور هم من يشجعون على الفوضى هم من يشجعون على مفهوم لا دولة وبالتالي نحن نعيش في فوضى لكن أنا فقط إذا سمح للوقت أريد أن أوجه لداء إلى شعبنا العراقي أن لا يستجيبوا لمثل هذه الفتن التي تريد أن تثيرها الأحزاب والميليشيات أنا أنادي شعبي كون في ديالة وفي كل محافظات العراق هؤلاء الأحزاب والميليشيات تحاول أن تتاجر بدمائكم وبالنهاية هم المستفيدون والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي سواء سنة أو شيعة أو كرد لذلك يعني بالرغم أنه كان الرد الفعل الشعبي يعني مثال رائع على اللحمة الوطنية ولكن أريد أن شعبنا أن يبرهن أكثر وأكثر ويتجاهل هذه الدعوات الطائفية ويدافع عن وحدة الوطنية بين كل أطياف الشعب العراقي أستاذ عبد الرزاق يعني الأحداث التي جرت في محافظة ديالة وهذا الفوضى الأمنية التي يقف خلفها أو تقف خلفها ميليشيا الحاجد وأيضا هادي العامري هل هي رسالة من هادي العامري إلى مقدد الصدر باعتباره أنه هو من سيشكل الحكومة هكذا تردنا أخبار بأن الأمور لو صارت إلى التيار الصدري هو من سيشكل الحكومة فإن العراق سيعيش في فوضى مستمرة تعتقد ذلك علنوها أكثر من مرة من أبو علي العسكري إلى هادي العامري إلى باقي الميليشيات البيولية التابعة لإيران علنوها علمي قالوا يعني لو نحن موجودين لو نخرج كل شيء وهذه الفعلة اللي صارت يا أخي هذا أمر مدروس أبعد عراقي يعرف اللي اقتالوا بالرشاد هم متحزبين حزبين على الأطلاق ما يكونوا ناس من قرية الإمام وناس عاديين وإجابين لا هذولا متحزبين قد يكونوا نجاهين من البصرة قد من الناصرية قد من الأنبار الله يعلم مشرط أنهم يكونوا من قرية الإمام هذولا يريدون يذكون القضية الطائفية بالعراق بموافقة إيرانية ميليشياوية وهذا الأمر واضح الرد كل عراقي يعرف بعد دقائق عرفنا أنه راح يردون على قرية نهر الإمام وبهذه الطريقة طيب وين الدولة وين القطعات الدولة وين الجيش وين العسكر وين الداخلية ليش ما وقفه تحمه ليش استعجل هذا العامري الصبح وراح لدياله وراد يثبت لهم أنه هو المدافع عنهم وهجم إياهم على قرية نهر الإمام هاي كلها مدروسة ومعروفة وتهديد مو بس تتائر الصدر فحاسب لكل العراق والعراقيين لكل الكتل السياسية أخي هما ما قادرين يقبلون الخسارة ما يقبلون أن الشعب العراقي رفضهم أكثر من مرة رفضهم في تظاهرات تشرين رفضهم أثبت لهم بالانتخابات أنه رفضهم حركوا قطعاتهم واعتصموا أمام الخضراء أو هم الحكومة وتظاهراتهم ضد الشعب العراقي أنه أنتوا ليش ما انتخبتونا هذا معنى تظاهراتهم قطعات قوات معتصمة أرزاقها القوة والقدر من بوجة الحشيد من نفرية الحشيد الحشيد بنفس الوقت هو نفرية من خزينة الدولة خزينة الدولة هي قوت الشعب العراقي هكذا جاء يحاربون الشعب وهذه قضية مدروسة صدقني ما أجدت اعتباطية أجدت بأوامر من خالج الحدود يعني من إيران يعني من قاءاني يعني من حرس الثورة الإيرانية يا إخوان أنتم ما تدرون قطعاتنا وقواتنا مو حاربا 8 ستين ويا القطعات الإيرانية لو لا مو هادي العامري مو هاي باقي الميليسيات الأخرى مو اليوم الوزراء أو ضباط أو قيادات موجودة داخل الأجهزة الأمنية العراقية وداخل الجيش مو كنا نقاتلكم على الحدود مو كنا ويا إيران أوامرنا حرس ثورة إيرانية ما زالت هاي الأوامر من الحرس الثورة الإيرانية هاي القضية لازم يعرفها شعبنا العراقي لا تعمر عليكم هاي المرة يريدون قاتلون بياناتكم حتى يتسلقون على دماءكم مرة أخرى خسروا هاي المرة ونكشفوا ونعرفوا ونبعدوا وبعد أنتم محتاجين يا شعبنا الغالي أن تقفوا من هذه الميليسيات الولائية اللي تابع الإيران هذول الناس اللي استعرضوا بأشرف هم هذول أعداءكم هم هذول اللي يشتغلون بالأمر الإيراني بأمر قاءاني أمر حرس الثورة والأطلاعات الإيرانية كذلك يعني أستاذ عبد الرزاق يعني يعني ما فهمته من كلامكم أن هذي العامري تحرك بتفوض من الحرس الثورة الإيرانية واتجه إلى ديالة تعتقد ذلك نعم أكيد سيدي نعم أكيد سيدي ما يتحرك وحده احنا قطعاتنا الميليشياوية هي عبارة عن فتح احنا من يقدر نتحرك وحدنا لذلك هذا الخلاف صار بياناتنا وداخل منظمة بدر مجموعة من منظمة بدر ضد قيادة منظمة بدر ودقلها يكفي وما يصير احنا نبقى نتحرك بأوامر إيرانية هذا الخط موجود داخل منظمة بدر ومشاكل داخل منظمة بدر وصدقني حتى البدريين ما انتخبوا اللي ترشحوا من منظمة بدر بسبب هذا الخلاف انه احنا الى متى تبقى أوامرنا إيرانية الى متى احنا ناخذ أمر من قاءان ومن الطلاعات الإيرانية او من البسيج او من الآقاهي او من القيادات الأخرى احنا لازم أوامرنا بعد هو ولاية الفقيه يقول لك أنا تابع الولاية الفقيه وكل العراق هو عدي غديمة وكل العراق هو آلي أوامر عندي طيب أستاذ عبد الرزاق مشاهدين ضيوفنا الكرام هناك انفوغراف يتناول سلسلة الجرائم الميليشيوية في محافظة ديالة فلنتابع ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام نناقش في هذه التغطية الخاصة الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة ديالة وانتقل بسؤالي إلى الدكتورة فاطمة العاني دكتورة فاطمة يعني كما تفضلت قبل قليل وقلت أن هناك تواطؤا ما بين القوات الحكومية الأمنية وما بين الميليشيات الطائفية لكن من يتحمل مسؤولية الدماء التي أريقت والبيوت التي نهبت وأحرقت سواء في قرية الرشاد أم في قرية نهر الإمام من يتحمل مسؤولية ذلك رئيس الوزراء الحشد هادي العامري من القوات الأمنية من يتحمل مسؤولية الدماء التي أريقت جميع من يتقلدون عفوا مناصر في هذه الدولة يتحملون هذه المسؤولية سواء من منصب رئيس الوزراء حتى رئيس الجمهورية لا يمكن أن ينفي عدم تمكنه من أن يبحث لماذا هؤلاء المدنيون المسالمون تم قتلهم وتهجيرهم بهذه الطريقة أين هو؟ هو مسؤول عن كل مواطن عراقي ليست معنى وجود رئيس الجمهورية أنه ليست له أي صفة أو توصيف يمكن أن يساعد على أنقاذ الأبرياء من العراقيين حكومة الكاظمي بكل رموزها مسؤولة عن ما يحدث من مجازر الآن في قرية نهر الإمام أو غيرها من المجازر جميع القيادات التي أصدرت الأوامر والتي تواطعت والتي شاهدت ما يحدث من جرائم ولم تتحرك ولم تقوم بأي ردة فعل ولم توقف هذه الميليشيات عند حدها ولم تفرص صدق قانون وقانون الدولة في هذه المناطق إضافة إلى ذلك هذه المجرمون المباشرون الذين قاموا باتكاب هذه الانتهاكات يتحملون مسؤولية أيضا سعماء الميليشيات وعلى رأسهم هذه العامري سعم ميليشيا بدل التي قامت بهذه المجزرة العصائب أي أهل الحق الذين قاموا بالتحريض أيضا على هذه المجزرة كل من له يد سواء باللفظ أو بالتستر أو بالقيام بالفعل المباشر وقياداتهم جميعهم مسؤولين عن ما يحدث في ما حدث في هذه القرية ويتحملون مسؤولية كاملة ويجب تقديمهم إلى محاكمات عادلة لكي ينالوا جزائهم سيد نظير قيس الخزعلي أشار إلى موضوع أهمية مشاركة الحجد الشعبي لما وصفه بتطهير تلك المناطق عملية التطهير ربما يشكك الكثير في نتائجها كما حدث في الموصل والفلوجة والرمادي وفي محافظة ديالا وفي محافظة صلاح الدين تلك المناطق والمحافظات المنكوبة لكن كيف نتوقع شكل هذا التطهير يعني كلمة تطهير عندما تخرج من زعيمي لشاوي لا نتوقع غير أنه يتم تهجير هذه القرى ويعني تهديم حواضرهم وقرائهم وبالتالي محاولة يعني إحداث تغيير ديمغرافي حقيقي لهذا الأمر وهذا الأمر ليس استنتاجا إنما هو حدث في مناطق الغربية وحتى في مناطق ديالا كثير من المناطق ما زال أهاليها لحد الآن لم يرجعوا لأنه لديهم مؤشرات أمنية وغيرها من الفريات التي يعني يسوقوها للناس وبالتالي هناك الآن نغمة جديدة تقول نحن نريد أن نحارب الإرهابيين وحواظنهم يعني المقصود أنه يحاربون تنظيم داعش وحواظن داعش هما تسنة يعني بصريح العبارة هذا هكذا يقولوها ويعني الآن يعني يتم التهيئة بحيث أن هذه الحادثة تم تهجير قرية نهر الإمام عن بكرة أبيها الآن موجودين في مركز المحافظة في بعقوبة معظم العوائل هربت إلى مدينة بعقوبة خوفا من البطش والقتل بل حتى مركز مدينة المقدادية الآن الناس تغلق بيوتها على نفسها لماذا للحيلولة دون تكرار تجربة حدثت في 2016 عندما تم تفجير مقهى شعبي تم انتشار الميليشيات في الشوارع وكانوا يقتلون بشكل عشوائي على هوية لا ليست هوية كل من يتحرك في الشارع كانوا يقتل وبعضهم تم استهدافهم داخل بيوتهم لأنهم يعرفون أنهم من الطائفة المقابلة وبالتالي الآن الناس كلهم يعني يفرضون حضرة جوال على أنفسهم لخوفا من انتقام الميليشيات وبالتالي هذه سياسة الميليشيات ولكن نحن نفكر ونخاطب شعبنا إلى متى وإلى أين يصل بنا الحال هذا حكم الميليشيات حكم دموي حكم قتل وحكم تهجير وهدم بيوت حالة من الفوضى مستمرة لا تنتهي إلى أي حالة من الأحوال طيب وسهل عبد الرزاق على نفس النغمة غرد أبو علي العسكري وهو قيادي ميليشيوي قال أو أكد بضرورة طرد بعض العشائر والأفخاذ التي تتهم بأنها تتعاون مع تنظيم داعش هذه التصريحات ما هدفها من وراء ذلك؟ صدقني سيبي هذه الميليشيات الولائية أدها فتوى قديمة وجديدة ويمشون عليها كل من يؤمن كل من لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين عليه فهو كافر هذه الفتوى يشتغلون عليها هذه قديمة ونحن كنا في إيران هذه الفتوى يشتغلون عليها فهو هدفهم اليوم شون يقاتلون أهل السنة في العراق هذه الحقيقة طبعا أنا أقصد الفتح الميليشيات التي تابعة إيران لا أقصد غير الطائفة الشيعية الكريمة اليوم في العراق وانت تدري حتى أخواننا في الوسط والجنوب رضلت هذه الميليشيات وتظاهرات تشرين رضلت هذه الميليشيات واليوم الكل يستنكر تحرك الميليشيات على القريتين الرشاد ونهر الإيمان لا والدليل على ذلك السيد عبد الرزاق عطفا على كلامكم يعني هم حصلوا على مقاعد قليلة جدا في الانتخابات الأخيرة هذا دليل أن الشارع العراقي قد رفضهم تماما وهذه حقيقة وهم مستنفرين والاجتماعات اللي يصير داخل الجادرية إن كانت في بيت هذه العامرية أو في بيت نور المالكي اللي الآن يريد يجمع قواء يعني هم يقول لك إذا ما أخذنا شيء بهذه الحكومة راح ننتهي أحنا موجودين هذا طبعا كلام المالكي يقول أحنا موجودين بقوة الحكومة الآن أحنا موجودين بالحكومة وإلا إذا يعني هاي المسؤوليات راحت من عدنا فراح يتلقون حتى بالمطارات خارج العراق وصارت قبل أن يشوفونا بالمطارات ثم يهاجمونا فهاي عدهم يعني قضية منتهي من عدها إذا ما يصيرون ضمن هاي الحكومة اللي جاية فهم راح يخربون كل شيء وهو عدوهم الأول الغربية عدوهم الأول الغربية وبالنتيجة أنت شفيت رجعوا يعني بعد ما يعني خدعوا بالبداية تدري إحنا بدر وغير بدر خدع الشارع على أنه هو اللي يحمي يعني الحاضر يحمي الشيعة يحمي التشيع لكن هو قتل التشيع في التظاهرات تشلين وواضحة فالناس كشفتهم اليوم هالسين يحركون هاي الورقة الطائفية اللي هي الوحيدة اللي مقتعدهم وأرجع وأكرر وأقول المفخخات جاية والاختيالات جاية وفي عموم العراق واللي راح يحركها قاءاني قاءاني البارحة معلومة من أستاذ فاق الشيخ علي يعني إذا شكلت الحكومة بين مثلا الفائزين من الغربية والأكراد والتيار الصدري معناها هاي تهديد للأمن القوم الإيراني معناته حتى يدخلون عسكريا بمسيارات وصواريخ ومتحضلين للأمر أحنا علينا أن نفوت الفرصة على هاي الميليشيات الولائية الديولية التابعة القاءاني نعم مستهدف الغربية اليوم بنفس الوقت مستهدفين شيعة العراق في كل الحالتين مستهدفين من هذه الميليشيات الولائية الفتحاوية التي رفضها الشعب العراقي أنا أشكرك أستاذ عبد الرزاق لحيالي كان معنا عبر سكاي من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات شكرا جزيلا لكم دكتورة فاطمة في ظل كل هذه المؤشرات وهذا الحديث الذي تفضل به ضيوفنا الكرام هل نحن أمام عملية تغيير ديمورافي أكثر في محافظة ديالة أكثر من الذي جرى أكيد يعني عملية التغيير الديمورافي أكثر مستمرة منذ فترة طويلة ولم تتوقف والدليل أنه بين الفترة وأخرى يتم افتعال حدث في منطقة معينة كما حدث في منطقة الرشاد من افتعال هجوم لداعش ويتم الرد عليه بصورة مباشرة دون حتى القيام بالتحقيقات المطلوبة ويعني معرفة فعلا من هم الجنات الحقيقين ثم كيف دخلوا هؤلاء لهذه المناطق مع الانتشار الكثيف للميليشيا نعم دكتورة سأنتقل يعني ارتشفي قليلا من الماء سأنتحول بالسؤال إلى الأستاذ نظيري الكندوري ومن ثم أعود إليكم أستاذ بدقيقتين هل ترى أن المواطنين يتحملون جزء من المسؤولية أمام هذا الفشل الأمني والعسكرية يتحمل المواطن العراقي الضعيف هذا البسيط جزء من مسؤولية ما يحدث في ديالا أو في العراق عموما يعني أنا أقول أنه في كل بلد وفي كل شعب يعني الشعب ربما عليه جزء من المسؤولية وهو مسؤولية الوعي يعني كلما كان الشعب واعيا وكلما كان الشعب على درجة عالية من الوعي ومعرفة أساليب الخداع التي تستعملها الأحزاب نعم كان يعني أولى بعدم تنفيذة أو عدم الاستجابة لمثل هذه الطروحات نعم وأعتقد أن الشعب العراقي اليوم هو أكثر وعيا من بداية الاحتلال في بداية الاحتلال قد مرت كثير من الأكاذيب التي سوقتها الأحزاب بإسم الدفاع عن المذهب والدفاع عن المظلومية وغيرها من الأمور لكن الآن الشعب العراقي أصبح شعبا واعيا ولا تنطلي عليه كل هذه الأمور تصور مثل هذه الحادثة حدثت في 2006 كيف كان رد الفعل؟ كان رد الفعل يعني جنوني طبعا أما الآن فردود الفعل باهتة ويعرفون أنها أكاذيب تسوقها الميليشيات والأحزاب لذلك أنا أقول هذه الجرائم تتحملها الأحزاب الموجودة بالسلطة وتتحملها هذه الميليشيات الجرائمية وسيأتي اليوم الذي يحاسب على كل قطرة الدم أسفكت في مغامرات هذه الأحزاب دكتورة فاطمة أختم معك بدقيقة واحدة التغيير الديمغرافي هل يمكن أن ينجح بعد كل هذه السنوات يعني على سبيل المثال بأن تصبح محافظة ديالة تابعة لمكون معين هل تعتقدين ذلك في الأيام أو الأشهر القادمة بالحقيقة يعني عمليات التغيير الديمغرافي لا زالت يعني مستمرة في العراق ولكن أنا لا أعتقد أنه بنجاح هذه العمليات نعم إذا كانوا نجحوا مثلا في جرف الصخر فذلك لأسباب معينة أنهم هجروا جميع تقريبا أهالي جرف الصخر ولكن يبقى برغم ما استطاعوا أن يقوم به لا يمكن أن تمنع أي مواطن أن يعود أو أي ساكن لمنزل أن لا يعود إلى منزله الشعب العراقي شعب حي وقادر على استرداد حقوقه ولذلك نحن لا يمكن أن نقول بصورة مطرقة أن التغيير الديمغرافي سوف ينجح لأن الأمور تتغير والظروف تتغير والذي الآن يستطيع ولديه ويمتغل قوة بعد فترة فهذه القوة سوف تضعف واستضمحل والحقوق يجب في الأخير أن ترجع إلى أصحابها أنا أشكرك دكتورة فاطمة عبر أسكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قبل أن أختم هل هناك رسالة معينة توجهها إلى محافظة الديالة أهالي محافظة الديالة والله هي رسالتي ورسالة جميع العراقيين وجميع النخب العراقية أن تتمسكوا بلحمدكم وأن لا تتفرقوا ولا تجعلوا هذه الأحزاب والميليشيات تلعب على المشاعر وحدتكم هي الأساس رسال صفوفكم هو الخلاص إلى بلد نستطيع أن نفتخر بالانتماء إلىه وإلا البقاء تحت نعارات الطائفية وافتعال الفتن الطائفية لن تعود علينا بالخير صحيح الدعوة موجهة لجميع العراقيين بأن عراقيتكم هي الأولى وهي التي يجب أن ندافع عنها الكاتب والبحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري شكرا جزيلا لكم شكرا على قدومكم هنا أستاذ نظير يا مرحبا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة